اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرامة في قناة مناجم المعرفة اليوم سنحدثكم عن موضوع شيق وممتع فهي بنا ابرد عشر مناطق في العالم هل تعرف ما هي ابرد المناطق في العالم توجد مناخات متفرقة فالعالم والتي يصعب السكن بها حيث توجد اماكن ساخنة جدا واماكن باردة جدا ايضا واليوم سوف نتحدث فقط عن ابرد المناطق في العالم وكانت درجة الحرارة الاكثر برودة التي سجلت على الاطلاق 89.2 درجة مئوية تحت الصفر في محطة الابحاث الروسية في فوستوك انتركتيكا في الحادي والعشرين من يوليو 1983 وليكم قائمة با عشر من ابرد المناطق في العالم والتي سجلت درجات حرارة منخفضة جدا عشر من ابرد المناطق في العالم ممر روجرز مونتانا الولايات المتحدة الامريكية يقع ممر روجرز الواقع على ارتفاع 5610 قدم فوق مستوى سطح البحر وهو ثاني ابرد موقع في الولايات المتحدة واحد برد المناطق في العالم ويقع على التقسيم القاري في ولاية مونتانا الامريكية ويعتبر ممر روجرز الطريق الافضل بين مدينة ايغريت فولز وميسولا ومونتانا الممر سجل ابرد درجة حرارة في الولايات المتحدة الامريكية خارج الاسكا في العشرين من يناير 1954 وكانت حوالي 7 درجة فهرنهايت سالب 57 درجة مئوية خلال موجة باردة شديدة وهذا ما جعله من بين ابرد المناطق في العالم 9 من ابرد المناطق في العالم فورت سيل كيرك يوكون كندا فورت سيل كيرك هي منطقة تجارية سابقة تقع على نهر يوكون عند التقاء نهر بيلي في يوكون في كندا في عام 1950 كان هذا المكان مهجور بسبب الظروف الباردة القاسية فهو من بين ابرد المناطق في العالم واليوم هذا المكان مأهول بالسكان ولكن المشكلة في الوصول اليه فلا يوجد طريق للوصول اليه فان معظم الزوار يصلون الى هناك عن طريق القوارب او الطائرة ابرد شهر هو يناير وادنى درجة حرارة سالب 74 درجة فهرنهايت سالب 58.8 درجة مئوية لذلك تعتبر حد برد المناطق في العالم ثمانية من برد المناطق في العالم بروس بيك كيريك الاسكا الولايات المتحدة الامريكية وتعتبر منطقة بروس بيك كيريك ابرد مكان في الولايات المتحدة وهي مستوطنة صغيرة جدا هذا المكان مناخه يشبه مناخ القطب الشمالي مما يعني ان الشتاء يستمر لفترة طويلة من الزمن والصيف يكون قصير جدا الظروف المناخية اليوم اكثر حدة لذلك فان المنطقة اقل ازدحاما وسجلت درجة حرارة منخفضة حوالي سالب 80 درجة فهرنهايت سالب 62 درجة مئوية لهذا تعتبر من ابرد المناطق في العالم تقع بروس بيك كيريك على ارتفاع 643 قد من 196 متر فوق مستوى سطح البحر وتعد موطنا للعديد من رحلات التعدين وهي في المرتبة الثامنة في قائمة ابرد المناطق في العالم سبعة من ابرد المناطق في العالم قرية سناغ يوكون كندا سناغ هي قرية درجة الحرارة بها منخفضة جدا وهي في المرتبة السابعة في قائمة ابرد المناطق في العالم قرية سناغ تقع قبالة الطريق السريع لالاسكا التقص بارد لدرجة التجمد ابرد شهر هو يناير وادنى درجة حرارة تم تسجيلها سالب 63.0 درجة مئوية سالب 81.4 درجة فهرنهايت اعتبرا من عام 1947 سوف يكون مجموع سكان هذه القرية عشر اشخاص واربع من التجار ويوجد هناك موظفون اضافيون حوالي عشرون من موظف المطار من بينهم خبراء الارصاد الجوية ومشغل الرادي ورجال صيانة الطائرات الذين يعيشون في ثكنات المطار ستة من برد المناطق في العالم اسميت جرينلاند كلمة اسميت تعني مركز الجليد بالالمانية وهذا المكان من المناطق الداخلية في القطب الشمالي في جرينلاند حيث يوجد الجليد في كل مكان وبالتالي فانه يسمى منتصف الجليد او مركز الجليد وهو احد برد المناطق في العالم حيث كانت درجة الحرارة الاكثر برودة التي سجلت سالب 64.9 درجة مئوية سالب 85 درجة فهرنهايت اسميت هي احد ابرد الاماكن في نصف الكرة الشمالي وكانت درجة الحرارة الاكثر برودة التي سجلت سالب 64.9 درجة مئوية سالب 85 درجة فهرنهايت في مارس في حين كانت درجات الحرارة الاكثر حرارة سجلت سالب 1.8 درجة مئوية 28.8 درجة فهرنهايت في يوليو وكان الشهر الاكثر دفئا هو يوليو سالب 12.2 درجة مئوية 10 درجة فهرنهايت في حين ان ابرد شهر هو فبرير بمتوسط سالب 47.2 درجة مئوية سالب 53 درجة فهرنهايت وهذا ما يجعل هذا المكان من بين ابرد المناطق في العالم خمسة من ابرد المناطق في العالم شمال الجليد جرينلاند كانت منطقة شمال الجليد محطة بحثية لبعثة شمال جرينلاند البريطانية وهي في المرتبة الخامسة في قائمة ابرد المناطق في العالم ادنى درجات الحرارة المسجلة هي سالب 86.8 درجة فهرنهايت وسالب 66 درجة مئوية وتوجد على ارتفاع 2341 متر 7680 قدم فوق مستوى سطح البحر اربعة من ابرد المناطق في العالم فيركو يانسيك روسيا ما هي ابرد بلد في العالم بالتأكيد هي روسيا فيركو يانسيك هي ثاني ابرد مكان في روسيا هذه المدينة توجد في جمهورية ساخة وروسيا من بروز الاماكن التي يوجد بها انخفاض في درجات الحرارة في فصل الشتاء بشكل استثنائي وبها ايضا اكبر اختلافات في درجات الحرارة بين الصيف والشتاء على الارض فيركو يانسيك هي ابرد المناطق في العالم وكانت ادنى درجة حرارة سجلت هناك في فبراير الف وثمانمائة واثنان وتسعون سالب تسعة وستين فاصل ثمانية درجة مئوية سالب ثلاثة وتسعين فاصل ستة درجة فهرانهايت ويبلغ عدد سكانها الف وثلاثمائة واحد عشر نسمة والمدينة يوجد بها متحف القطب البارد كما يوجد بها مطار وميناء نهري ومستودع لجمع الفراء ومركز منطقة لتربية الرنة ثلاثة من ابرد المناطق في العالم اومياكون روسيا وتعرف اومياكون بانها ابرد المناطق في العالم وهي تشبه فيركو يانسيك حيث ان الارض هناك متجمدة بشكل دائم في عام الف وتسعمائة واربعة وعشرون سجلت المدينة الروسية ادنى درجة حرارة سالب واحد وسبعين فاصل اثنين درجة مئوية سالب ستة وتسعين فاصل اثنين درجة فهرانهايت وهذه هي ادنى درجة حرارة مسجلة لأي مكان مأهول بشكل دائم على الارض وسجلت ان تركتك درجات حرارة رسمية اقل سالب مئة وثمانية وعشرين فاصل ستة درجة فهرانهايت وسجلت في محطة فوستوك في الحادي والعشرين من تموز يوليو الف وتسعمائة وثلاثة وثمانون اومياكون وفيركو يانسيك هما المكانان الوحيدان المأهولان بشكل دائم في العالم والذان سجل درجات حرارة اقل من سالب ستين فاصل صفر درجة مئوية سالب ستة وسبعين درجة فهرانهايت لكل يوم في يناير في بعض الاحيان يظل متوسط درجة الحرارة في اومياكون اقل من سالب خمسين درجة مئوية سالب ثمانية وخمسين درجة فهرانهايت في ديسمبر ويناير وفبريير ايضا في بعض الاحيان صيف يمكن ايضا ان يكون بارد جدا ولكن يونيو ويوليو هي الاشهر الوحيدة حيث درجة الحرارة لم تنخفض ابدا سالب عشر درجة مئوية اربعة عشر درجة فهرانهايت اثنان من ابرد المناطق في العالم محطة الهضبة القارة القطبية الجنوبية بعد فوستوك فان هذا المكان يعتبر ثاني ابرد المناطق في العالم وكان الشهر الاكثر برودة هو يوليو حيث كانت ادنى درجة حرارة سجلت طبيعيا سالب 123.1 على نطاق فهرانهايت سالب 86.2 درجة مئوية محطة الهضبة يوجد بها غطاء سقف جليدي ولنها احد ابرد المناطق في العالم كانت ادنى درجة حرارة سجلت هناك يوم العشرين من يوليو 1968 سالب 123.1 درجة فهرانهايت سالب 86.2 درجة مئوية وبالاضافة الى ذلك فان الصيف بارد وقصير بعكس الشتاء طويل ومظلم واحد من ابرد المناطق في العالم فوستوك انتركتيكا انتركتيكا من ابرد المناطق في العالم بالتأكيد ويوجد بها محطة فوستوك والتي يوجد بها ادنى درجة حرارة على الارض محطة فوستوك هي محطة ابحاث القطب الجنوبي الروسي تقع هذه المحطة في القطب الجنوبي في وسط جليد شرق انتركتيكا ابرد شهر في فوستوك هو شهر اغسطس حيث ان ادنى درجة حرارة تمقياسها على الارض سالب 89.2 درجة مئوية سالب 128.6 درجة فهرانهايت فهي ابرد مكان في العالم اشتركوا في القناة